الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين شأن أهل الكمال في الإيمان هو على قدر محبتهم لعباد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أما شأن أهل الشماتة والنقصان فقد ذمهم الله في القرآن فقال جل وعلا عن حالهم وسوء مآلهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم أصحاب المرض القلبي الشماتة مجرد ما يروا على العباد نعمة كأنهم أصابهم المرض كأنهم نزل بهم سوء إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة حينما يرونكم في الضعف أو في مصيبة أو في ضائقة وإن تصبكم مصيبة يفرح بها ضعفاء القلوب وضعفاء النفس هؤلاء أبعد ما يكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين لا يقفون إلا على جراح الآخرين لأن الإنسان في حالة المصيبة أضعف ما يكون وأصعب من المصيبة أن يرى شامتا فيه ولذلك تبارك وتعالى يقص علينا ما حدث لنبيه موسى لما ذهب إلى لقياه وترك قومه مع أخيه هارون فتركوا عبادة الله تركوا التوحيد وعبدوا العجل ظل يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة العجل سيدنا هارون وأعرضوا عنه بل تكالبوا عليه لقتله فأعرض عنهم فلما رجع سيدنا موسى ورأى أن الأمور قد تغيرت قال جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسفا قال بئس ما خلفتمون من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ظن أنه قصر في الأمر قال له سيدنا هارون كما سجل القرآن قال بنا أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين من صعوبة الأمر على النفس أمرنا النبي أن نتعوذ بالله منه فقال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سيدنا أيوب الذي يضرب به المثل في الصبر في التحمل ابتلاه الله في ماله فذهب ثم ابتلاه في أهله ففقدهم وفوق كل ذلك ابتلاه في نفسه فأصيب بالمرض أمر شديد وصعب عليه لكنه تحمل وصبر لأجل الله فصار يضرب به المثل في الصبر جاء في كتاب عيون الأخبار أنه قيل لنبي الله أيوب أي بلائك كان أشد عليك فقال شماتة الأعداء ولذلك نحضر هذا الأمر يجب أن نبتعد عنه ينافي الإيمان بل يجلب علينا المصائب التي لا نطيقها ولا نتحملها قال صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك إياك أن تفرح في ضعف غيرك لأنه كما أصيب ستصاب قال الحسن البصري رحمه الله كان يقال من عير أخاه بذنب أي بعد التوبة لم يمت حتى يبتليه الله بما عير به أخاه فقدم لنفسك ما يصرك عند الله كن كما قال الله من أهل التقوى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم خف معه في ضائقته وفي حاجته بذلا من أن تشمت فيه قال تبارك وتعالى عن أحوالنا المرادة عنده إنما المؤمنون أخوة أنتم أخوة فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم أصلح كن معا كن ساترا له لا فاضحا ولا كاشفا تستجلب لنفسك ستر الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتحب الجنة قال نعم يا رسول الله قال فأحب لأخيك ما تحب لنفسك قال الفرصدق إذا ما جر الدهر على أناس حوادثه أناخ بآخرين فكل الشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين المترجمات لكignânة من أ إلساء الوقت بدعم البلان الترجمة نانسي قنقر todo نانسيق page